ترجمة نانسي قنقر اي بيز من خلال السبنيتنج انو في عنا مثلا بالرانج اف اي بيز عادة الفيرست ادرس واللاست ادرس والنا بالعادة ما منعطيهم لريال ماشينز فهدولا بعض انواع اللي منسميهم سبشال ادرس لما نقول سبشال المقصود انو هذا يعني له سبشال يوز وما بصير نستخدمه فور ريال ماشين وصمتايمز زي ما راح نشوف الريال ماشين زي هوست او راوتر لكن ما منقدر نستخدمه نستخدمه كمانا نستخدمه موجودة انو صرف اي بأي بأي بيز حيني ينستخدمه كمان موجودة عنو هون الـ Network Address ذكرنا قبل هالمرة اللي هو عادة الـ First Address وفي عنا كمان ما يسمى بالـ Direct Broadcast Address واللي هو بيكون الـ Host Part فيه All Ones حنشوفه بعد شوي لما نقارن نوعين من أنواع الـ Broadcast ونبدأ بأول نوع بيسموه All Zeros Address سلما نقول All Zeros Address يعني نحط في الـ Address All Zeros بتتذكروا هذا الـ Address شفتوه قبل هالمرة في مادة الـ Networks في حدا شافه في مادة الـ Networks هذا الـ IP Address أه تفضل DHCP إذا كميوتر يطلب أنه يأخذ الـ IP في الـ Network فيبعث في السورس هذا بالضبط بالضبط وزميلة قبل شوي كمان برضو سمعت كلمة Broadcast فبالعادة بالعادة لما نيجي بدنا زي اللي قلتوه بالضبط إنه لما يجي بده يأخذ IP Address لأول مرة ويتواصل مع الـ DHCP Server ما بيكون عارف It's on IP Address وبنفس الوقت كمان ما بيعرف الـ IP Address تبع السيرفر اللي يتواصل معه الـ DHCP Server فهو بالعادة بيعمل Broadcast اللي هو الـ Destination Address هذا وبنفس الوقت هو نفسه بيبعث الـ IP Packet بـ IP Source Address All Zero So this address cannot be used in the future as IP Address by this machine لأنها رح تأخذ IP Address حقيقي فهذا ما يمكن استخدامه as a real IP Address لأني ماشين الآن بالمقابل اللي قبل شوي حكينا عنه قلنا إنه لما نعمل Broadcast بنبعث All Ones هل سلاحظوا All Ones هاي يعني كل 8 bits بنحط فيها All Ones بتصير 255 مضبوط فعلى هذا الأساس النوع الثاني اللي نحن نسميه All Ones Address بحيث إنه نحط في destination IP Address All Ones هل سنتبهوا إنه All Ones بنستخدموا as a destination IP Address بينما All Zeroes يستخدم only as a source يعني هذول النوعين كل واحد فيهم كمان الاستخدام تبعه مقيد إما as a source بالنسبة لل All Zeroes يعني مباشرة يخطر في باله إنه إحنا ذكرنا قبل هالمرة كلمة Broadcast Address لما كنا نحدد First Address والLast Address بس ما كان وقتها ال Address اللي بنتكلم عنه كان هذا شكله كان فيه إلو Network Part وبعدين فيه إلو Suffix Part هو All Ones فحنا نتكلم عن نوع ثاني من أنواع Broadcast Addresses في Next Slide بس خلينا نركز الآن على هذا النوع هذا النوع من Broadcast هو بيكون All Ones يعني بمعنى آخر سواء كان Network Part أو Host Part كله Ones يعني لاحظوا ما بيظهر أنه هون أي Network Address في الموضوع All Ones سواء كان The Prefix أو The Suffix طيب متى من استخدم هذا النوع من IPs؟ إذا ما أنتم شايفين بالسيناريو هذا أو هذا إنه لما أنا بدي مثلا أبعث من host ل group of machines وهذول الماشينز كلهم within my network يعني أنا كhost لها local network وبالتالي إذا بستخدم هذا destination address زي ما أنتم شايفين هذا السورس ستوصل لكل الماشينز اللي موجودة على local network سؤالي هل هيوصل copy للراوتر؟ شو رأيكم؟ شو رأيكم؟ لا شو رأي بوصل بعمل الهدروب حتى نكون دقيقين في الإجابة كل الماشينز اللي موجودة على هذا الـ switch يعني على هاي الـ local network they will receive a copy من هاي الـ IP bucket including the router بس نيجي الآن للجزء الثاني من الإجابة اللي هو الآن سمعناه من زميلكم اللي هو إنه الراوتر will block the bucket from being forwarded outside the network عشان هيك سموه limited broadcast يعني فعليا الراوتر لما يشوف هاي البكت فعليا حيستلمها بس شو راح يعمل فيها؟ راح يعمل لها drop زي ما حكيته الآن ف تفضل مفروض كل الأجهزة تعمل drop لأنه أصلاً بدي يوصل للـ DHCP server بس آه فهمت عليك هناك طبيعة المسج كانت DHCP message وبالتالي هي حتوصل للكل والـ DHCP server هو الوحيد اللي will process it والباقين will not process it يعني will ignore it or drop it بس إذا أنا كنت باعث IP bucket عادية تمام يعني بمعنى آخر إنه الكل فتحها ولقاها مثلاً عبارة عن UDP أو TCB يعني عبارة عن application أنا قاعد بعمل broadcast message لكل الماشينز لما كنا نقول عن DHCP server كنا نتكلم عن مسج موجودة داخل IP bucket لما يفتحها كل الماشينز فقط DHCP server بيعرف إنها إلو وبقرأها بينما الباقين بيقول لك أنا ما إلي علاقة بهاي DHCP message بس لو فرضاً أنا باعث مسج عادية يعني اعتبر أني باعث hello packet أو باعث مثلاً information معينة تخيل عندك application بدك تعمل communication مع كل الماشينز اللي موجودة يعني بدك توصل مسج معينة فإنت بتروح بتحط هاي application message مثلاً داخل TCP أو UDP بعدين بتعمل لها broadcast using هذا ال destination IP address فالنقطة الأولى اللي نعرفها إنه this IP address مش دائماً مربوط فقط في DHCP server this is a limited broadcast address هنقول الآن شو يعني limited this is a broadcast address it means إنه كل الماشينز الموجودة راح يستلموا copy منها الآن بعتمد عنه على application message اللي داخل هاي الباكت هل بتعنيني أو ما بتعنيني يعني احتمال إنه كل الماشينز تكون المسج يعني بتعنيهم في حال إنه مثلاً قاعديني بنعمل run application على كل الماشينز وبدي أحاول أوصل message لكل الماشينز at once حالة DHCP هي حالة خاصة إنه application running فقط على DHCP server ومش موجود على باقي الماشينز فعشانك قلنا مثلاً DHCP server بعملها بروسس بينما الماشينز الثانية لا مرة ثانية ليش منسميه limited الآن عشان نقارنه مع النوع الثاني من البرودكاست الفكرة بنرجع مرة ثانية للراوتر إنه الراوتر كونه ما رح يسمح لهاي الباكت أنه نحن نعرف إنه وظيفة الراوتر لما توصل أي باكت بفتح destination IP آدرس بدور على نتورك آدرس فيها نحكي بهذا الموضوع بشابتر سكس بعد شوي فالفكرة إنه بعمل فوروردنج للباكت بيز على destination آدرس إما إنها بتكون وصلت للفاينال على أو إنه بحاجة بحاجة أما بحالة إنه إذا كانت destination آدرس زي هذا ومعنى ذلك إنه الراوتر will not forward it will not look at the routing table تابعه وإنما will block the bucket يعني المقصود will limit البرودكاست within the local network عشان يكسموه limited broadcast يعني البرودكاست رح يكون limited within the local network تمام؟ الآن لو قارننا بالنوع الثاني من البرودكاست اللي هو بيسموه direct broadcast وهذا بذكرنا بالlast address اللي كنا نحكي عنه لما كنا نقول إنه في عندنا first address وlast address فإذا كنت أنا بتكلم عن range من أحط في الصفكس all zeros بكون مثبت network address بحط all zeros بالصفكس أو بالhost ID قلنا هذا منسميه network address أو first address وقلنا إذا منثبت network address يعني مثبت network address وبعدين حطينا all ones بالصفكس سمينا last address أو broadcast address عشان الميز النوعين عن بعض هذا اسمه broadcast address وهذا اسمه broadcast address بتلاحظوا المسميات إنه هذا سمينا limited وقلنا كلمة limited لأنه we limit the broadcast inside the local network عن طريق الروتر والنوع الثاني سموه direct ليش سموه direct هسا الفكرة كيف إنه أنت الآن تتخيل في عندك host وبدو يحاول يتواصل مع كل الماشينز اللي موجودين على هاي specific network إذن الهوست خارج الـ local network هاي بدو يحاول يوصل لهاي النتورك إذن الهوست is not part of this network الـ original source يعني هو بدو يحاول يوصل للنتورك 221 45 71 طيب بدو يوصل لها شو يعمل ما بدو يوصل البكت لـ specific machine موجودة هون بـ specific IP address بدو يحاول يوصل البكت لكل الماشينز اللي موجودة على هاي الـ specific network فسموه direct بمعنى آخر إنه إحنا بدنا نوجه المسج أو البكت دايركت على نتورك معينة So we direct the packet لنتورك معينة هون الراوتر بتدخل ليش؟ تخيلوا معي هون في نتورك موجود عليها هذا السورس اللي بدو يحاول يوصلها راح عمل هاي الـ IP إذن الـ network address تبعه بيختلف عن هذا الـ network اللي هو الآن بدو يعبيه as a destination حط الـ destination IP address أول 3 bytes اللي هما لحد 24 bits network address ولاحظوا حط بالـ suffix part ما أحط IP address خاص بـ source بمشين معينة زي مثلا 126 64 20 178 لا حط بداله 255 شو يعني هذا الكلام؟ يعني إنه البكت تاته راح تطلع من عنده لمين تروح؟ راح تروح للراوتر لأنه الـ network address مش موجود عند الـ host يعني هو ليس تابع لهاي الـ network فبالتالي بيدور على الـ default router اللي موجود على الـ network تاته أعطاها لهذا الـ router إذن تخيلوا معي هون إنه فيـ source لما أعطى البكت للـ router الـ router الآن لما يتفرج عليها ما بيلاقيها limited broadcast so it will not block the bucket will forward it as usual طبعا بنعرف الـ router دائما بيهتم بالـ network part وما بيهمه الـ suffix part لذلك الـ suffix part سواء كان all ones ولا كان عبارة عن specific machine هو بالنسبة إلو ما راح يطلع على هذا الجزء حاليا راح يروح يشوف الـ network address إذا لقى الـ network address هذا بيقرر هل أنا موجود على نفس الـ network وبالتالي I will do direct delivery ولا بدي أعطيها لـ next hub طبعا الآن بيطلع هو إذا قرر إنها direct delivery يعني إنه بدي يعطيها لنفس الـ local network اللي عنده الآن بيطلع على الـ suffix part هل الـ suffix part هذا بيمثل specific host وبالتالي أنا أعمل إلها forward إلو لكن بيلاقيه عبارة عن all ones بعرف الآن الـ router إنه دوره الآن إنه يعمل broadcast إذا فعليا اللي عمل الـ actual broadcast هو الـ router فالـ router الآن إجا وأخذ الـ packet لأنها 255 وعمل لها broadcast داخل الـ network طبعا كيف راح يعمل لها broadcast داخل الـ network في عندنا IP address وفي عندنا MAC address الآن الـ MAC address اللي راح أستخدمه لهاي الباكت راح أحط فيه all Fs ليش؟ عشان أوصلها لكل الماشينز اللي على الـ local network تعطي إذا بتلاحظوا الآن في عندنا صار خيارين الخيار الأول إنه الاثنين اسمهم broadcast لكن الـ limited broadcast بيكون السورس جزء من الـ network نفسها اللي بنعمل عليها الـ broadcast وبالتالي ما في داعي نحدد network address وبنفس الوقت اسمه limited لأنه ما راح تطلع الباكت outside the network ولي blocked by the router بالمقابل لما نقول direct broadcast السورس راح يجهز IP packet راح يحدد فقط في suffix part أو في الـ host part all ones و specific part specific أو prefix part بيكون specific network address والباكت بيقولنا بتوصل لراوتر الراوتر راح يعاملها as a regular packet ويعمل لها forwarding بس الفرق الآن إنه لما يتفرج على suffix part أو الـ host part إذا وجدوا all ones راح يعملها broadcast داخل الـ network اللي هو موجود عليها حسنا حسنا دكتور فضل بس سؤال فضولي حسنا لو أنا خليت الـ prefix part خليت كل صفار وعطيت الـ subnet mask أعطيته صفار أيضا هذا يبعد broadcast لكل العالم لا لا مرة ثانية ما هي اللي حطيته all zeros prefix 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 أعطيته صفار أعطيت subnet mask أعطيته صفار على ما هو انتبه لشغله هسا عندك الـ router يعني جواب لسؤالك راح يبين في الـ next chapter chapter 6 راح تلاحظ أنه المسؤول عن الـ routing أو الـ forwarding هو الـ router الـ router الآن لما يلاقي slash zero معنى ذلك أنه ما في IP address هو بالعادة بيعمل الـ router راح نشوف بعد شوي بعمل ending مع الـ الـ ones اللي موجودات في الـ slash notation اللي هو subnet mask يعني بعدد الـ ones اللي عندي بصير أدور على network address إذا عدد الـ ones zero معناته ما في network address أنا أعمل لها forwarding ففعليا الـ router نفسه ما راح نعمل الـ forwarding الـ packet إذا كان الـ network part أو الـ prefix كان zero إذا لم يكن شيء ممكن يحدث لا ما راح نعمل لها forwarding لأنه ما في يعني زي ما تحكي network موجودة بهاي الحالة حسنا راح نشوف لقدامي شوية بالـ بالـ routing table لما تصير مثلا تاخذ انت الـ default router إنه عندك packet وتروح للـ default router هسا إذا انت حاط مثلا يعني زي ما بيقولوا عمدا network address غير موجود ففعليا الـ router دائما بيروح بيختار الـ default router تابعه حسنا ممكن هاي الباكت تروح للـ default router إذا كان الـ network address اللي انت مستخدمه مش موجود أصلا يعني على الـ global network تاعتك بس eventually الـ local router في الآن اللي يعني وصلته الـ packet راح يقرر إما إنه يعمل لها direct delivery أو إنه يعمل لها forwarding للـ default router وهذا بعتمد على الـ routing table راح نشوفه بعد شوي الـ routing table الآن إذا منيجي على النوع الثالث اللي بنسميه الـ loop back address هسا سمعتو بي الـ loop back address اللي بيبدأ بـ 127 مادة الـ networks سمعتو بيه شو بعمل هذا أو شو وظيفته دكتور جغل الكمبيوتر مثلا لو عندي برنامجين شابكين على سكت مختلفات نفس الجهاز نفس الجهاز أو كل واحد مثلا فاتح ports مختلف أقدر تواصل معهم أن نخليهم تواصل مع بعض داخل الجهاز جيد إذا من اسمه loop back إنه زي ما قال زميلكم الآن في عنا two processes process one و process two هذول عبارة عن two applications ممكن يكونوا زي client server فإنت you running the client و running server على نفس المشين يعني you opened socket على نفس المشين للثنين حسنا فعليا إذا بتستخدم as a destination address address بيبدأ بـ 127 والباقي all zeros أو any number بعد الـ 127 يعني أي IP address بيبدأ بـ 127 بغض النظر هذول الـ X, Y, Z يعني بغض النظر شو القيمة المتبقية هون zero 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 ولا one one ولا zero zero one whatever يعني أرقام هون تنحط كل هاي تعتبر loop back addresses الآن شو اللي بيصير اللي بيصير إنه الباكت لما تطلع من الـ application وتنزل على transport layer بيكون طبعا في port number بعدين تنزل على الـ IP layer الـ IP layer الآن لما تيجي تاخذ الباكت وتبنيها وتحط فيها destination address 127 as a destination address ما رح تنزلها على الـ data link layer حتى نعمل لها mac address وننزلها على الـ كونه الـ IP address 127 معناها مطلوب من الـ IP layer تفترض إنه هاي الباكت اللي إجتها من الأبر layer تفترضها إنها وكأنها باكت الآن جاية من الـ lower layer وتحولها لـ again يعني في نفس الـ network layer تعمل لها processing زي كإنها باكت ريسيب يعني بنعمل لها زي loop back لاحظ لأن هي الآن وهي نازلة هيك it's ascending we are sending لما وصلت هون رجع الـ IP layer أخذها واعتبرها زي كإنها ريسيب يعني اعتبر إنها وصلت طبعا إحنا عادة بالوضع الطبيعي الباكت لما توصل من مين بتيجي؟ من الـ data link layer وبتطلع للـ network layer فإحنا الآن بنفترض at this point في الـ network layer إنه الباكت اللي إجتني من الـ transport layer بدي أرجع أخذها وأعمل لها processing زي كإنها جاي من الـ lower layer اللي هي الـ data link layer فبصير أخذها الآن أقول destination address 127 معناها هاي زي كإنها received by myself برجع بأخذها وبعمل لها processing as regular IP bucket بشيل الـ IP header بطلعها على transport layer transport layer بعمل لها processing بتطلع على port number وبيعطيها للـ application أو الـ process المناسب طيب ليش أنا بدي أعمل هذا الكلام كله على نفس المشين usually we do this for testing يعني أنا في عندي two programs خذ assignment إنت انطلبت منك مثلاً بالجامعة وبدك تجرب بالبيت بالأول إنك الـ client والسيرفر عندك شغالين كويس الـ two programs وما عندك network بالبيت يعني two physical machines تشبك بينهم أو تبعثها من one machine to another machine فبتروح بتعمل run للـ two applications عندك على نفس المشين وبتحدد destination IP address يبدأ بـ 127 هسا بعد ما تخلص testing إذا الـ client البرنامج الثاني اللي عندك استقبل الباكت وفرجاك إنه الباكت received ومثلاً وطبع لك إياها وكل شي تمام بتتأكد على الأقل إنه من الـ network layer وطالع شغلك تمام هسا لما تروح على الجامعة وتجرب إنك تعمل run لهذا الـ program على real network بين two machines إذا الباكت ما وصلت للمشين الثانية تعرف إنه المشكلة عندك بلشت من الـ network من الـ network part ونازل يعني في مشكلة مثلاً مع المشين الثانية إنك توصلها إما firewall أو إنه عندك مشكلة الـ physical network يعني مش قادر إنها توصل لك الباكت يعني something wrong من تحت الـ network layer قاعد بصير أما على الأقل الـ application تبعك شغال لذلك هذا يستخدم لتستخدم لـ مثلاً بس زي ما احنا شايفين على نفس الـ local machine ويعني نحن 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 same فضل لو كان panack address one seventeen الباقي كان مثلا七五 255 255 هل يبعث لكل levels بالجهاز لا لاقي عملوا على إنه again it's just a one destination IP-address للـ local machine نفسها يعني فعليا هاي الأرقام will be ignored لما نجي نستقبل الباكت يعني لأنه لما نقول بنا نبعث لكل البورت لاحظ الآن يعني الأدرس اللي انت بتتكلم عنه it's a port number الآن الرقم اللي انت بتحكي عنه هون هو part of IP address so they have different meaning مضبوط فلا يعني إذا هذول كانوا 255 معناها all ports لا معناها all machines وأنا أصلا ما عندي إلا one machine داخلية دائما لما نتعامل مع IP address نتعامل مع machine لما نتعامل مع port number نتعامل مع process داخل machine هل تستطيع طيب أن نفس البورت يبعث ويستقبل لحاله البورت يبعث ويستقبل نفسه هاي تعتمد على destination port نفس الport هو في بعض implementations بيخلوا ascending port والreceiving port يعني نفس الport number بس هذا بالعادة يعني in practice ما إلو معنى يعني زي كأنك لو تكتب program عادي بدون ما تستخدم network بيكون يعني منطقي أكثر أنك أنت تعمل زي ما بيقولوا two threads على نفس الprogram عرفت كيف بتصير زي كأنك يعني عامل بفر داخلي جوة المشين زي memory عرفت كيف نعم فكأنك يعني بتحط في memory وبتقول مثلاً للثريد الثاني أنه خذ من هذا البفر أنا بحط لك فيه وأنت خذ منه إذا كان يعني بما معناه نفس الport number يعني there is no خلينا نقول real communication هذا مو إثبات إنه شغال آه بالضبط مو إثبات إنه شغال لأنه كله اللي بروسسنج بيكون عمستوى بفرز بس يعني ما ما عملت أنت بروسسنج للإي بي باكت حتى تتأكد أنه من ناحية networking أنه network layer شغال أنت بهمك على الأقل أنه يصير real communication الreal communication فعليا بين two machines بدها IP address آه لأنه الport هو شغلة خاصة في المachine itself تمام وضحك طيب الآن إذا نأتي لفكرة private address قلت قبل شوي إنه لما نقول private address يعني لا يعني إنه هذا الادرس ما بصير نعطيه لمشين على النتورك تابعتنا بس الفرق إنه it's a special address من صنفه لأنه it cannot be used as a public IP شو يعني public IP يعني we cannot ask the router to forward the packet لراؤتر ثاني وإحنا معطينه private IP فاللي بصير الآن يعني ما بنقدر إنه نستخدمه globally على الانترنت فاللي بصير الآن إنه معمولات على شكل blocks زي ما أنتو شايفين يعني في عنا زي network address أو block 10.000 هاي معناها إنه هاي المتبقية ممكن إنها تكون أي IP address بالدكيات تختاره بس طالما بدأنا بتن معناها إنه أي IP address تحطه بهذا الـ range هو يعتبر private IP هسا ممكن يختلف شكل الـ private IP حسب configuration للنتورك يعني مثلا في الجامعة بجوز وإنت شابك بالجامعة إذا حاولت تشوف الـ IP اللي أنت ما أخذه على الموبايل أو اللابتوب تبعك أو الـ desktop إذا كنت في المختبر غالبا بتلاقي بيبدأ بـ 10 بالبيت معظم الـ routers اللي اللي مشتريها بتكون configured بحيث إنه الـ private IP يبدأ بـ 192 168 فإذا بتجرب بالبيت تشوف الـ IP address تبع الـ router تبعك اللي بالبيت أو المشين اللي بالبيت من موبايل أو لابتوب أو ديسكتوب شو ما أخذين IP بتلاقيهم غالبا كلهم بيبدأ بـ 192 168 هسه ممكن طبعا إنه يبدأ بـ 172 16 أو 169 254 بس انتبهوا ل الماسك إنه هون 8 بيت معناها معي مجال أغير بأول 24 بيت 12 معناها إنه هاي 16 ممكن تزيد يعني مش معناها إنه فقط عندي هدول الـ 2 بيت لا في عندي مور بيت يعني على الـ 16 نفس هون طبعا الـ range فقط لهدول الـ 2 بيت اللي هما الـ 16 بيت هدول إذن الفكرة بالـ private IP again إنه 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 وبالتالي ممكن تصدف إنه يكون فيه مثلا زي عندك مثلا إذا ساكن بعمارة بالشقة الأولى مثلا الـ network كلها فيها 192 168 01 ولا 11 ولا 05 والشقة اللي بجمكم كمان زي ما بيحكوا لو رحت عندهم بتلاقي عندهم نفس الـ IP آدرس طبعا وجود الـ 2 IP نفسهم لـ 2 ماشين at the same time ما في أي مشكلة طول ما هم private IP أما لما نتكلم عن public IP هذا الإش اللي ما بيصير إنه يكون عندك 2 ماشين بالإنترنت ويكون إلهم نفس الـ IP آدرس ويكون الـ 2 public هذا إلو علاقة بالناتينج طبعا إلو علاقة بالناتينج هسا إنت الآن لما تكون ماخذ IP آدرس private ويريدك تحاول تتواصل مع الإنترنت وهذا اللي احنا بنعمله كلنا يعني بالجامعة معانا private IP بس بنقدر نطلع بره عن نت طيب عن software يعني بنزل على الراوتر اللي بيكون يعني مسؤول تبع الجامعة سممكن الناتينج ينزل على أي ماشين يعني بدها تطلع لك البكت لبره عادة بيكون الراوتر فنفس الراوتر بنكون عاملين الناتينج عليه وبصير الراوتر الآن ياخذ البكت تاعتك زي ما درسنا الناتينج في النت بياخذ لبرايفت آي بي تبعك وبيبدله بببليك آي بي وببعث البكت على أساس إنها طالعة من ببليك آي بي آي بي آدرس طبعا لما ترجع الريبلاي بترجع لنفس آي بي آدرس تبع الببليك آي بي بياخذ الراوتر الآن هاي البكت اللي رجعت بهذا الببليك آي بي وبرجع بيرجع لك البرايفت حالك طلعت بره النتورك ورجعت البكت إليك هي فعليا مش أنت اللي طلعت بره النتورك هو آي بي آدرس اللي الراوتر استخدم آزا ببليك هو اللي طلع بره وراح وصل لأ الاذر ماشين وبعدين رجعت الريبلاي للراوتر اللي بعث البكت ورجع الراوتر الآن بدل الآي بي مرة ثانية آه دكتور لو سمحت هستلو دا اتواصل أنا وواحد عن نفس الراوتر لوكالي قصد آه تمام بحكي آه ماك آدرس ولا آدرس آه هو الآن هذا لبرايفت آي بي لأنكم يعني ما قاعدين بتطلعوا بره يعني غلوبالي مش قاعدين بتطلعوا فعليا انت يعني بتستخدم الآي بي تبعه لكن الباكت الآن رح تنزل على الداة لينك لير وتاخذ الماك آدرس تبع الماشين تبعته وبالتالي الباكت رح تطلع من عندك زي ما بتذكر لما عملنا ريفيو بداية المادة قلنا إذا كنا على نفس السويتش أو على نفس اللينك السندر والريسيفر ففعليا أنا قاعد بوصله عن طريق الماك آدرس تبعه هو أي ماشين باي ذا وي فيزيكلي عشان تقدر توصلها ينيد الماك آدرس تبعها يعني الـ IP بظل اسمه Virtual أو Logical آدرس هو فقط تلابل الماشين ونقدر يعني نعمل فوروردين وراوتين يعني عشان تسهل الشغل على راوترز يقدر يعمل فوروردين وراوتين نحتاج إحنا IP آدرس لكن فيزيكلي أنا عشان أوصل لماشين على الـ Local نتورك تاعتي I need الماك آدرس تبعه طيب إذا الماشين مش موجودة على الـ Local نتورك تاعتي still I need الماك آدرس بس مش تبع الـ Local ماشين تبع مين بدي الآن تبع الراوتر اللي بدي يطلعني برا مظبوط مش احنا بنعرف إنه إذا أنا بدي أوصل لماشين خارج النتورك تاعتي وما بقدر أوصل ها شو بأعمل بأخذ البكت تاعتي وبعطيها للـ Default راوتر طيب كيف بدي أوصل للـ Default راوتر راوتر هذا بيكون على نفس الـ Local ماشين تاعتي كيف بدي أوصل له بدي الماك آدرس تبعه إذا نلاحظ أي ماشين يريدك توصلها فزيكالي ينيد الماك آدرس تبعها بس أنا مثلا ليس بحاجة الماك آدرس تبع ماشين مش موجودة على الـ Local نتورك تاعتي لأن أصلا ما راح أتواصل معها راح يكون في وسطاء بيننا اللي هم الراوتر طيب دكتور تضل حسنا لما يصير ناتينج وتوصل بلي من بره نعم كيف الراوتر يعرف أنه يوصل ها للجهاز معين تمام زي ما عند الراوتر فيه اشي اسمه routing table عشان يعني يقرر مين هو الـ Next Hub المناسب عنده كمان اشي اسمه nat table بسموه الـ Nating table هذا عبارة عن table الراوتر الآن اجته باكت من ماشين برايفت آي بي مثلا هوست A الآن بيجي بيسجل عنده بالـ Nating table انه هاي البكت اللي جاي من الـ Host A هذا الـ Private آدرس تبعها تمام وبيدي اطلع له اياها الآن لما ترجع الـ Reply تمام باخذ الـ Reply وبرجع للـ Table تبعي بقول انا اعطيته هذا مثلا الـ Public Address X لما ترجع الـ Reply برجع للـ Table تبعي بقول الآن هذا الـ Host بدي اعطي الـ I-B تبعه الاصلي فبيكون اعامل انا مابين داخل الـ Nat Table ما بين الـ Private IP والـ Public IP فلما ترجع الـ Reply برجع الـ Private IP Address تبعه وضحت الفكرة فهو فيه Table يعني زي Short Answer فيه Table بيسموه Natting Table زي Routing Table يعني بيكون الـ Router بيعمل Tracking لكل Machine شو الـ IP اللي Private تبعه الأصلي وشو الـ IP اللي طلعت فيه ولما ترجع الـ Reply برجع لهذا الـ Table مرة ثانية وبيرجع بيتأكد من المابين مرة ثانية فذير زي ما بيقولوا بيعتمد عليها الـ Router في المابين بيسموه Natting Table بيكون داخل الـ Router زي Routing Table طيب لجزء آه هذا الجزء الأخير بالشابتر الثاني فكرت بعد هذا إذن الآن الجزء الأخير بهذا الـ Chapter كان بيتكلم عن Special Addresses في عنا By the way اشي اسمه Multicast Address لما ندرس مادة الملتكاست لقدام رح نرجع نذكر أنه أي Multicast Address بجوز هاي نبهنا لها لما بدأنا بمادة الـ IP Addressing في بداية الـ Chapter نبهنا أنه أي Multicast Address Again cannot be used for specific machine مع أنه ما حكينا عنه كثير بهذا الـ Chapter بس رح نرجع له مرة ثانية بس For now خلينا نظل حاطين في one of the special addresses that cannot be used for specific machine وإنما رح يكون for group of machines زي مثلا mailing list في عندك Address بنسميه زي Group Address هذا الموضوع رح نرجع له إن شاء الله بالتفصيل هيك من كم لنا Chapter Five رح أبدأ ب Chapter Six الآن بس قبل ما أبدأ فيه عشان ما أنسى يعني كنت مأجل announcement لحد ما يعني يكون في عنا طلاب لسه ما كانوا عاملين مثلا login على المحاضرة فكون أتوقع الآن يعني ما رح ناس يدخل متأخرة أو إذا دخل متأخر يعني حيكون في announcement على e-learning بس الفكرة الآن إنه زي ما اتفقنا بداية الفصل إنه رح يكون في عنا Quizzes و Assignments فأول quiz رح نبدأ فيه رح يكون الأحد القادم إن شاء الله هذا الكوizz رح ناخد يوم الأحد رح يكون بمادة من مادة CCNA اللي موجودة على Net Academy Platform مادة إذا لاحظت يفترض وصلكم e-mails مبارح بالليل ب notification إنه أنت enrolled ب كورس اسمه CCNA Introduction to Networks اللي موجودين معنا شفتوا هذا الإيمail كويس الباقيين في حدا ما شاف هذا الإيمail من اللي معنا اليوم المحاضرة في حد لسه ما شافه أنا دكتور أنا دكتور لسه ما شفته تمام إذن شيكوا على الإيمail تبع الجامعة أنا بعرف أنه الطلاب بالعادة يعني ما كثير بيستخدموا الإيمail تبع الجامعة نفسه اللي هو CIT Just Due Joe بس هذا الإيمail اللي أنا ضفتكم عن طريقه اللي هو متوفر عندي بالDatabase تاعت الإي ليرنينج عن طريق هذا الإيمail أنا ضفتكم على هذا الكورس فالكل يعني يشيك على الإيمail تبعه المفروض يكون وصله إيمail من ما يسمى NetAcad هسا في بعضكم لما ضفتكم بارح أعطاني notification أنه البعض already يعني موجود as a user عن NetAcad من أول والبعض كان new user هسا new user هذا الإيمail اللي بوصله بيعطيه لينك أنه بالأول to create a password على ال NetAcad وبعدها يصير يدخل بهاي ال password دائما على ال NetAcad طبعا دائما ال user name هو نفس الإيمail آدرس تبعك اللي هو dot at c تبعك موجود نعم شفت موجود اللي ممتاز الآن اللي already موجود على NetAcad من أول ومثلا وكاينة عامل مثلا enrollment بهالزمانات بمادة أخرى مثلا زي unix أو كورس الريادة أو أي كورس آخر مثلا من مواد البروغرامنج تبعات C عساس هاي المواد بالعادة بيستخدموا NetAcad في بعض الحالات فإذا كنت enrolled أو already عندك account بس عليك ترجع يعني تدخل على NetAcad مرة ثانية هتلاقي من ضمن الكورسز الإجداد اللي انضافوا إليك هذا الكورس شو اللي راح تساوي ضروري جدا الكل قبل موعد محاضرتنا القادمة يوم الأحد الساعة عشرة الكل اللي يكون جرب يدخل على NetAcad يجرب انه يفتح الكورس هذا يعمله لانش يعني ويتفرج على chapter 8 حسا chapter 8 تحديدا بهاي الماتيريال هو بيتكلم عن subneting فإحنا هنعمل أول كوز بالمادة في مادة subneting حسا شو اللي مطلوب منك تساوي شغلتين الأولى انك تروح على هذا chapter تلقي نظرة عليه كامل يعني تتصفح هسا راح تلاحظ انت انه يعني 90% ل95% من هاي الماتيريال هي ماتيريال انت يعني دارسها وعارفها من المادة تبعتنا هيكون في جزء بسيط على IP version 6 بتقرأ as assignment يعني جزء من preparation for the quiz بتقرأ just to be aware وراح تلاحظ انه مبدأ subnetting بال IP version 6 ما بيختلف شيء عن مبدأ subnetting بال IP version 4 فيريدت ليش لانه chapter exam اللي راح تعمله يوم الاحد ان شاء الله راح يسألك يعني couple of questions يمكن سؤالين او ثلاث من اصل 20-25 سؤال راح يسألك عن subnetting بال IP version 6 راح يكون شيء بسيط جدا فمنها يعني زي ما بيقولوا بتصير انت كمان يعني متعلم شغلي كمان كويس زيادة انك تعرف شو معنى subnetting بالIP version 6 حتى لو ما كان part of the material اللي غطيناها يعني بالclass او يعني امتحنا فيها اوفيشالي بالامتحانات العادية فالشغل الثاني المهم انه تجربوها كمان تتأكد انه شو اللي بدك تعمل في الكويس هسا انتبه وهاي صارت مع عدد قليل جدا من الطلاب الفصل الماضي انه ما انتبه قديش انا يعني نبهت لهاي النقطة وبالاخر للأسف يعني عمل هذا الشيء الغلط وخسر العشر العلامات كاملة تبعت الكويس اللي صاير انه لما تدخل على هذا الكورس في عندك شغلتين في عندك اشي اسمه assignment يعني على left side من الكورس في link للassignment وفي link اسمه كويس هسا ال link تبع الكويس بيفرجيك practice يعني هاي الكويس مش مطلوبة منك للمادة يعني مش هي اللي انا بدي اعمل لك فيها الكويس تبع المادة بس اسمها بال ccna quiz هذا الكويس مش هو المطلوب يوم الاحد انك تعمله المطلوب تعمله هو اسمه exam موجود في assignments فلما تدخل على assignments بتلاقي اشي اسمه exam وليس quiz chapter 8 exam حسا هذا chapter لو حاولت اليوم انك تدخل عليه هذا الexam رح يحكي لك انه it's not activated وبالتالي يعني your instructor should activate this exam انا رح اعمله activation يوم الاحد الساعة عشرة يبدأ الكويس ورح يكون الو فترة معينة يعني بتبين معك بس تدخل على الexam الفترة المطلوب انك يعني خلالها تنجز هذا الexam ف be careful انك لما تدخل مش تروح تدخل على chapter 8 quiz وتعمل وتطلع ما 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 رح يظهر لك علامة عندي و رح يعني تترصد لك علامة zero بالكويس هسا اذا بتدخل بتدخل صح على الاسايمنت بعدين بتلاقي ايش اسمه chapter 8 exam كلمة exam وبالتالي بتدخل عليه يعني بتجاوب الاسئلة كلياتها عبارة عن multiple choice questions و مباشرة يعني بتطلع لك علامتك بال exam وانا بالنسبة لي بعتمد ها كعلامة as a quiz لل material تبعتنا يعني مادة network protocols في اي سؤال عن هاي النقطة قبل ما نكمل دكتور بس سؤال ده سمحت فضل اللي مثلا بقى عامل email وناس يكون المعلومات بقدر يعمل email مثلا يبدأ مرة ثانية جديد ويدخل على material الاستسيانية هو الان material ما رح تظهر لك إلا إذا دخلت عن طريق email تبع الجامعة يعني إذا عندك account على net account وخلينا نقول gmail account إذا دخلت على account تبع net account مش رح تلاقي هذا الكورس وضحت فس بصير انت الان كأنه عندك gmail وتبع just .edu .jo إذا تدخل عن طريق gmail مش هتلاقي الكورس لأنه لما عملت لك enrollment بهذا الكورس عملت لك عن طريق account تبع الجامعة وضحت فش تساوي إذا فرضا عندك يعني إجابة لسؤالك لبعض الطلاب إنه إذا إنت عندك already account just وناس الpassword تبعته يعني عمل وناس كيف تدخل عليه تقدر يعني تحط username اللي هو الإيميل تبع الجامعة وتحط forget password يعني إنك ناس الpassword ويعطيك الpassword الجديدة أما أما إذا عندك أكاونت قديم جيميل أو ياهو أو ما رح يعني تستفيد منه لأنك إذا دخلت عليه مش هتلاقي جزء من الم learning courses مش وتحتيها يعني تحت مسمى course CCNA Introduction to Networks By the way إحنا رح نعمل منه يمكن two or three chapters only exams باقي المaterial إذا حاب إنك تقرأها إنت كاملة رح تلاقي إنها يعني جزء كبير منها already إنت دارس في مادة Data Communication أو في مادة Networks أو في أشياء لاحقة رح ناخذها في Protocols فبرضو إذا حاب إنك تقرأ المaterial كاملة تعمل يعني تتعلم عليها بوقت يعني خلينا نقول فراغك أو إذا حاب بس كإشي يعني خلينا نقول مطالب فيه عشان أرصد لك إياه كعلامة في المادة غالبا رح نبدأ بـ Chapter 8 exam وغالبا لقدام شوية رح نعمل Chapter 9 كمان I'm not sure إذا رح ناخذ كمان one more يعني quiz most likely مبدئيا الاتفاق على اثنين نضل الاستفسارات قبل ما نبدأ بـ exam الثانية غير chapter المطلوبة مني بالمادة مفتوحة ولا مش مفتوحة بس إذا بدك أفتح لك يعني إذا حبيت تعمل أي امتحان منها بس خبرني ابعث لي email وأنا بأعمل لك activation إن شاء الله يعني ما في أي مشكلة بس هذول exam سحديدا يعني رح أفتحهم بوقت المحاضرة لا تنسوا أنا رح أنزل اليوم announcement على e-learning للطلاب اللي مش معنا في المحاضرة و هذه المحاضرة recorded فبرضه يعني الطالب إذا حضرها بيلاقي فيها كمان الكلام هذا كله باسكال تفضلي دكتور ممكن ندخل على الـ practice قبل للإقزام طبعا الـ الـ كل اللياتها مفتوحة يعني فيه quiz على chapter 8 و اللي رح تعملوا فيه عليه الإقزام وكل الكوزز المتبقية مفتوحة فعادي الكوز لو عملته يعني ما بيأثر على علامة الإقزام تمام شكرا إمكانك تعملي طيب إذا ما ضل استفسارات عن الموضوع هذا بس رجاء زي ما قلت الكل قبل يوم الأحد يجرب يدخل لأنه بوقت المحاضرة لما تدخلوا زي ما يعني بفصول سابقة الطالب يأتي يقول لي مثلا أنه مش عارف أدخل أو مش شايف المادة أو مش عارف كذا أو صار عندي مشكلة هاي كلها يعني ما ما بعتبرها يعني كله هذا ما رح يعني أدخل فيه كله بعتبره أنه الطالب عمله قبل يوم الأحد فبتمنى من الجميع أنه يعني يكون مشيك على الأكاونت تبعه وداخل على الكورس ومتأكد أنه يقدر يوصل لل chapter 8 exam ويشوف المسيج أنه بتطلع له أنه the exam is not activated yet هيك يعرف أنه على الأكاونت يعني يوصل للمكان المناسب طيب ننتقل الآن على chapter 6 already chapter أنا حطيت لكم إياه على e-learning الآن في هذا chapter by the way بعد هذا chapter مباشرة رح نبدأ إن شاء الله من chapter 7 رح نبدأ في الكور تبع المادة اللي هو ال protocol إذا بتذكروا في ال introduction كنا نقول رح ندرس protocols ونتكلم عن what we communicate how to communicate when to communicate هذا كله رح يبدأ معنا إن شاء الله اعتبارا من chapter 7 بس هاي المتيريا اللي العمان نأخذ الآن هي preparation للمتيريا القادمة الآن في chapter 6 رح نتكلم عن two terms الأول اسمه delivery والثاني forwarding هسا كلمة forwarding مرت معنا كثير بالnetworks واللي مرات كنا نقول routing فهاي forwarding مربوطة بالrouting إنك يعني تعمل routing لpacket أو تعمل forwarding للnext hub فرح نرجع لها بعد شوي وفي عنا مصطلح اسمه delivery لما نقول delivery للpacket معنى ذلك إنه يعني how we deliver the packet باستخدام underlying network اللي لدينا يعني بمعنى آخر أنا الآن as a host or router عندي packet وبيدي أوصل ها ل destination إذا كان هذا destination موجود على نفس الnetwork تعتي we call it direct delivery أما إذا كان الhost أو الrauter يريدو يوصل bucket إلى destination وهذا destination موجود على different network منسمي هذا النوع من delivery indirect ليش indirect لأن نحن بحاجة يعني نعطيها لمachine أخرى توصل إياها للdestination مثال مثال على direct delivery يعني هنوضح الtwo terms direct و indirect بالtwo next examples في الكيس اللي أمامنا هون host A بدو يحاول عنده packet بتطلع على IP address اللي فيها ك destination اللي هو B طبعا أنا كhost A عشان أعرف أنه host B موجود عندي على نفس local network أو خارج my network بكل بساطة بدي أقارن network address تبعي وهذا طبعا سهل أني أنا أعرف عن طريق الماسك يعني أنا في عندي destination IP address باجي الآن أنا موجود على network I know my network address I know my subnet mask فبالتالي اللي رح أعمله أني أخذ destination IP address أعمله masking أو ending مع subnet mask وأتفرج على network address تبع بي إذا كان network address تبع بي نفس network address تبعي معنا to be موجود على نفس local network تعتبر هون أنا مش بحاجة لوسيط أني أعطيها لراوتر مضبوط رح أعمل ما يسمى direct delivery يعني I will deliver the bucket to be directly directly وهون منرجع على السؤال اللي قبل شوي زميلكم حكى عنه هون أنا بحاجة للمack address تبع بي حتى أقدر أوصل له إياها directly طيب scenario ثاني router إجته packet من هاي الانترفيس اللي سفلة و بده يعمل لها forwarding على network هاي طبعا هو إجه تطلع على IP destination address اللي هو بي تمام وشاف network address تبع بي نفس network address اللي موجود عليه الانترفيس تاعة هذا الراوتر فالآن قرر الراوتر إنه I will deliver the packet to be directly ومش بحاجة إني أرجع ل next hub يوصل لها إله فلذلك كمان هاي الكيس منسميها direct delivery so when we say direct delivery the source could be host or router هذا منسمي deliverer هون والdestination الكيس اللي عمان نتكلم عنها إنه موجود على نفس network so this is direct delivery الكيس الثانية ال indirect delivery اللي هي إذا كان عندي host A بده يحاول يوصل packet لhost B طبعا واضح إنا هون بال topology إنه B مش موجود على نفس local network تبعت A A نفسه كيف يكتشف هذا الكلام زي ما قلنا قبل شوي رح يتفرج عن network address تبع B ويقارن بالnetwork address تبعه رح يلاقيهم مختلفات معناته A الآن على شو بده يدور عيدور عمين على default router اللي يوصل له packet لذلك سمينا هذا ال delivery لأنه فعليا مش هذا destination اللي أنا بدي أوصل له أنا my destination is B بس فعليا لمين أعطيتها this kind of delivery indirect delivery طيب let's continue بنفس السيناريو وصلت ال packet لهذا router نعتبر router 1 again اتطلع على network address تبع B ما وجده من ضمن network addresses اللي أنا يعني موجود الانترفيس استعطي عليهم معنى ذلك I need to go to my routing table وأدور على next hub اللي أعطي ها ويكون يعني حسب routing table هو أفضل router بيقدر يعمل delivery لبي so again deliverer اللي هو هذا router router 1 ما أعطاها للdestination لأنه موجود on different network وبينما أعطاها لanother router so again we call it indirect delivery الآن router 2 اجا واتطلع على destination IP address وجده انه في match يعني نفس network address تبع B ونفس network address تبع interface اللي موجود على هاي network نفسه فالآن هو بعرف إنه I can deliver the packet to be بدون زي ما بحكو وسيط so we call this part of delivery be direct delivery هذا معنى direct delivery و indirect delivery نرجع الآن لل forwarding again مصطلح يمكن مر معنا كثير واللي مقصود فيه إنه how to deliver the packet بس مش to deliver it to the destination to deliver it to the next hub يعني العملية اختيار next hub بالرجوع للrouting table we call this forwarding لان لما نحكي routing by the way بنقصد الباث كامل أيوة end to end يعني بدنا نشوف الرoute بنحكي الرoute هو الباث كامل from the source to the destination this is what we call route أما لما نحن نعمل forwarding هاي اللي هي العملية اختيار the next hub يعني how to forward the packet to the next hub this is what we call forwarding ودائما طبعا بناخذ هذا decision based on the routing table طيب الآن شو رح نسوي بالوقت المتبقي ونكمل المرة الجاية عليه بدنا نشوف الآن كيف الرoute يرجع لل routing table ويعمل forwarding طبعا في مادة networks I think انه اطرقنا لل routing table واتطرقنا لفكرة انه نعمل forwarding based on the routing table يعني نرجع لل next hub وندور عليه ونشوف الماتش ما بينه وما بين network address اللي بنا نوصل له رح نسوي اليوم انه نغطي مرة ثانية هذا الموضوع موضوع يعني الرجوع لل routing table بس بال networks كنا نركز على classless case اللي هي دائما موجودة انه في عندي mask وبشتغل عليه نسنسوا انه قلنا سابقا انه في عندنا كان cases اللي هي classful فالآن رح نفرجي ولو كان من باب ال review يعني currently we don't use it بال current routers اللي هو لو كان addresses اللي مستخدمة هي classful فكيف ممكن ال router يعمل forwarding again يعني هذا الآن يعني ما بيستخدمون ال routers currently بالrouting table تبعهم بيستخدموا طبعا إذا يأسيوم إنه we have classless IP address بس بنرجع من أكد عن نقطة إنه routing table نفسه لا يزال مبني بطريقة classful addressing الآن إذا افترضنا بنشتغل على مبدأ إنه IP is classful معنى ذلك إنه إذا بنطلع على routing table هذا بنلاحظ إنه ما في entry إلو علاقة بالmask ليش لأنه الماسk معروف يعني أنا أي packet بتوصل مجرد ما أطلع على الفيرس byte فيها بقدر أحدد من الرينش تباحها إنها class A ولا B ولا C وبناء على class بقدر أعرف subnet mask ففعليا routing table لما يكون مبني على pure classful addressing ما بيكون في داعي للsubnet mask ليش لأنه by default إذا address A class A معناته by default mask 8 معناه داما بعمل ending مع 8 إذا كان B بعمل ending مع 16 إذا C معناته بعمل ending مع 24 bits وهكذا طيب هذا forwarding module اللي شايفينه هون هذا باعتبار يعني كيف بيشتغل ال forwarding بالراوتر وهذا يعني كبلك راح نشوفه بالراوتر سواء كنا نتعامل مع classful or classless هسا خلينا زي ما بيحكوا نحكي على الباكت أول ما توصل للراوتر شو بيصير أول ما توصل الباكت للراوتر تعرفوا الراوتر قلنا بيشتغل على نسميه layer 3 device يعني بيشتغل على network layer حيجي ياخذ هاي ال IP packet اللي جاييته من data link layer هون نفترض ان الباكت اجته من data link layer IP packet هاي ال IP packet رح ياخذ ها الآن يروح يطلع على مين فقط على data link layer تستنوا بس علي دقيقة بدي أشوف دكتور عمر لأنه معنا بالكورس تبع networking وأرجع لكم بس ثواني تبع تبع طيب خلينا نكمل الفكرة اللي كنا نحكي فيها إذن فعليا بس أتأكد أنا دايما مرات لما أعمل mute و unmute بخاف أكون بحكي مع حالي سامعين ها آآ سامعين آآ واضح تمام الآن نرجع زي ما بيحكوا لقصة البكت من أول ما تدخل على الراوتر لحد ما نشيك عليها بال routing table أول ما توصل الراوتر قلنا من data link layer هناخذ آزراوتر فقط الIP header فيها نتفرج عليه في الIP header كمان آزراوتر لفور forwarding بتطلع على destination IP address وعن نعرف إنه رح نتطلع على TTL وعلى غيره بحيث إنه نتأكد إنه نكمل شغل أو لا بس خلينا الآن نركز على فقط إنه بدنا نعمل forwarding وبدنا نشوف الIP address بروح على الباكت زي ما أنتم شايفين أول خطوة we extract the destination address من الIP header إذن أول خطوة إنه أوصل لل destination IP address داخل الIP header وعمله extract يعني آخذه على جنب الآن حاخذ هذا الIP address destination IP address وأطلع عليه تابع لأي class طبعا again هون we assuming إنه الراوتر بيشتغل عمبدأ الclassful حييجي الآن يطلع على هذا destination IP address زي ما قلنا بشيك على البتس اللي ببدايته يعني الراوتر طبعا بيشتغل بالباينري as a machine فزي ما بتعرفه بده يكتشف هل هو class A ولا B ولا C من خلال أول بيتس في بداياته إذا كانت زي ما بتعرفه بتبدأ في 0 ولا 1 0 ولا 1 1 0 وهكذا إذا وجد إنه ال-IP address A or B or C اللي هما ال-unicast حياخذ الآن ال-IP address ويعمل extract لل-network address بتعرفوا إنه الراوتر لما يرجع لل-table شو بيكون مسجل في network address و-next hub إذن أنا مش بحاجة لل-destination IP address كامل أنا فقط بس بدي منه network address So we do extract How we do extract لل-network address هون بنعمل الماسكينج اللي هو ال-anding طبعا إذا اكتشفت إنه class A address بعمله ending مع 8 إذا اكتشفت إنه class B بعمله ending مع 16 إذا اكتشفت إنه class C بعمله ending مع 24 bits وبناء عليه بيطلع معي network address شو بعمل بهذا network address step اللي بعديها بروح وبعمل search داخل التابل بتلاحظوا إنه الراوتر بيكون فإذا أنا اكتشفت إنه class A وعملت له ending مع 8 ال-network address اللي بيطلع معي بروح أدور عليه بclass A table يعني بروح أشوفه هل هو موجود كواحد من هدول ال-network addresses الموجودة إذا وجدته بستخدم ال-next hub المناسب أمامه طبعا عن طريق ال-next hub بدي أطلع من انترفيس معين لأنه تفقنا إنه الراوتر إذا وجدت إنه class B وعملت له ending مع 16 ال-network address اللي بيطلع معي بروح بدور عليه بclass B إذا وجدته network class C وعملت له ending مع 24 باخد لذول ال-24 bits اللي بيمثل network address وبدور عليهم بclass C وبجي بال-next hub بتلاحظوا إنه بعطي error في حالة إنه وجد هذا ال-adress تابع لclass D or E لما نشتغل unicast بيكون بيهمنا فقط arrange ل-A و-B و-C هسا إذا ال-router doesn't support multicast بيعطي error إذا support multicast بتكون different story يعني برجع لرouting table مختلف تماما بسموه multicast routing table completely different than unicast routing table هذا الموضوع رح نرجع له إن شاء الله بالمادة لقدام مبدئيا في المادة لقدام رح ندرس in details unicast routing وبعدين ننتقل بعدها مباشرة للمulticast routing فمنرجع نذكركم كيف إنه ال-router لما يلاقي class D address كيف يتعامل معه for now خلينا نقول إنه أي address multicast we will ignore it يعني فقط رح نركز على unicast وclass E زي ما بتعرف وقلنا already reserved for future unicast address من هذا النوع خلينا نشوف مثال بس قبل ما أكمل إنه ناخذ numerical example لاحظوا إنه بعد ما أجيب next hub المناسب next hub المناسب والinterface اللي بدي أطلع منها لاحظوا الآن بدي أعمل delivery لهاي البكت لمين للnext hub بتلاحظوا وهاي قبل شوي إذا بتتذكروا لما كنا منحكي عن delivery إذا أنا راوتر وجدت الnext hub اللي بدي أوصله قلنا شو بحاجة أنا لآدرس الآن عشان أقدر أوصل فيزيكا إلى هذا next hub I need the mac address of this router صح حتى أقدر أوصله أنا الآن اكتشفت الip address من خلال routing table صح يعني أنا الآن بالrouting table عرفت إنه I should deliver it to this next hub بيظل الآن بدي الماك address لهذا next hub حتى أقدر أوصله إياها لذلك لاحظه هون بيحكي لك أنه بعد ما حصل next hub address بيقول لك باخده وبعطيه لمين لل ARP protocol ARP protocol شفنا كيف يشتغل بمادة الNetwork اللي هو يسمه Address Resolution Protocol بيحول من IP address ل MAC address بس راح نرجع ندرسه بالتفصيل هذا البرتوكول في chapter 8 اللي هو Address Resolution Protocol بس for now خلي في بالك إنه مجرد ما الراؤتر جاب next hub address next step إنه يجيب MAC address لهذا next hub طيب خلينا ناخد New American Example عنا هاي topology ورح نركز على router 1 تمام بدنا نشوف routing table تبع R1 وناخد شوية examples نقول إجاء packet وكان destination address كذا كيف رح يعمل لها forwarding based على هذا procedure let's assume عنا R1 R1 بتلاحظ مرة ثانية إنه عنده routing table بس مجزأ لclass ABC وموجود فيه كل الnetwork اللي أمامنا هس انتبهوا لشغلة من الأشياء اللي you have to practice عليها إنه هذا routing table أنت المفروض إنك تبني لحالك يعني أنا ممكن أعطيك مثل هاي التوبولوجي وأقول لك أعطيني routing table تبع R1 هس ألاحظ كيف بنينا هذا routing table بنيجي على R1 بنتفرج على الnetwork اللي موجودات بهاي التوبولوجي مين منهم class A طبعا لاحظ 170 إذا بتتذكر الرanges هذا class B 145 class B 111 class A 192 class C فلاحظ أخذنا class A address وسجلنا بالtable هس لاحظ كيف عبينا table routing table إجينا على ال next hub وحطينا dash شو معنى ال-dash بالrouting table طبعا هاي معناها direct delivery إذا ما في next hub مسجل معناها إنه ال-router هذا بقدر يوصل للnetwork 111 directly هذا اللي احنا سمينا direct delivery مظبوط إذا في next hub address هذا سمينا indirect delivery بالماد قبل شوي إذا R1 can reach network 170 و111 و145 directly لأنه موجود عليهم directly من خلال هاي ال-interface فلذلك أي واحد من هاي ال-three networks رح يظهر بال-table وبجنبهم dash عن next hub it means إنه will be delivered directly without next hub بن نيجي على ال-interface اللي رح نطلع منها ك-out going interface بتعتمد على ال-interface اللي أنا موجود عليها 111 بتلاحظوا موجودة ال-interface M0 عليها فالذلك طلعنا عن طريق M0 لاحظ مثلا الآن 145 و-170 لاثنين class B موجودين بال-table تبع class B والاثنين كمان next hub لهم مش موجود لأنه direct delivery لاحظوا ال-interface اللي بنطلع منها ال-145 هي M1 وال-interface اللي بنطلع منها ال-170 M2 أنا قاعد بقرأ لكم routing table بمعنى أنه قاعد بحكي أنه إحنا قاعدين بنبني بال-routing table مع بعض يعني بنفترض أنه هذا مش موجود ال-table وإحنا عمالنا بنبني فقط من المعلومات اللي أمامنا في هاي التوبولوجي 192 حطيناها بclass C ولاحظ الآن R1 ما في ولا واحد من ال-interface تاعته can reach network 192 directly so we need the next hub بهاي الحالة فلذلك سجلنا هون ال-address تبع R3 again إذا بتذكروا معي بال-review اللي عمناها بداية المادة R3 it has two IP addresses ليش لأنه في عنده two interfaces بس انتبهوا واحدة منهم اللي can be used as a next hub R1 كيف رح يقدر يوصل R3 عن طريق interface M1 ولا عن طريق interface M0 كيف شايفينه دكتور أي واحد R1 كيف ممكن يوصل لR3 عن طريق أي interface من تبعات R3 M1 عن طريق M1 صح يعني حتى يقدر R1 يبعث packet وتوصل لR3 المفروض أنه يعني يبعث ها locally لأنه بتعرفوا اسمه next hub يعني لازم يكون neighbor لازم يكون موجود على نفس network تعتي فلاحظ الآن R1 by the way له three IP addresses هذا IP address اللي مسجل هون اللي بيبدأ 165 واللي بيبدأ هون بينتهي بـ 11 وهذا بنتهي بـ 165 وهذا بنتهي بـ 20 هذول الـ three IP كلهم لR1 بس على different networks الآن R3 له two IP addresses واحد 111 بنتهي بـ 32 وإلو IP 192 بنتهي على .5 مزبوط الآن شو اللي صاير اللي صاير إنه R3 بعتبره أنا في حالة إنه موجود على نفس الـ local network تعتي إذن أنا شو بدي الآن بدي الـ IP address تبع R3 اللي موجود على نفس الـ local network تعتي فلاحظ الآن R1 حتى يبعث لR3 رح يستخدم الـ address 111 15 17 32 وليس 192 16 7 5 السبب إنه الـ network اللي موجود عليها R1 وR3 هي اللي لازم أنا أستخدم الـ IP address تبعها إذن وصلنا ل R3 عن طريق نفس الـ local network اللي هي عندنا هون 111 طيب شو هذا آخر entry هون default ماذا يعني default هسا أي routing table افرض أنا رح ناخذ الآن example ننهي في المحاضرة الآن المفروض أنا جاوزت شوية الوقت بس خلينا ننهي هذا example مع بعض الآن أي IP address بدور عليه وما وجدته ب A أو كان عبارة عن class B address وما وجدته في table ب أو class C address وما وجدته بال table وين أروح في هاي الباكت مش بالضرورة السبب أنه أنا ممكن يكون عندي بال table فقط ال network اللي موجودين هدول لكن ممكن يكون في network هون بعد R2 أنا مو شايف ها بال table بس بقدر R2 زي ما بحكي يوصلها إذن أنا أي network مش شايف ها بال table عندي بقدر أعطيها لمين لل default router من سميه default router كيف نشبهها بال host لما يكون عنده packet بدي يوصلها لم machine خارج network بيروح يدور على default router نفس المبدأ لأي router عادة لازم يكون عنده entry اسمه default router عشان لما يدور بال table على network address وما يلاقي يروح يعطيها لمين لل default router طبعا again R2 له 2 IP واحد من جهة M1 واحد من جهة M0 لو كان مسجل ال IP ال 2 رح نختار هذا أكيد اللي من جهة R1 as a neighbor يعني مش مسجل هون ال IP الثاني بس حتى لو مسجل هنختار أكيد من ال address اللي بيبدأ 111 30 31 وبينتهي 18 طيب ننهي بإجزامبل سريع لو كان destination address يعني R1 وصلته packet عمل extract لل destination IP address لقى 192 16 7 14 طبعا هذا ال address 192 إذن class C إذن رح نعمله ending مع 24 رح ناخذ فقط أول 3 bytes منه 192 16 7 وين رح نروح ندور عليه بال table class C طيب في table class C الآن موجود هذا ال address 192 16 7 إذن I will forward the packet لمن لل next hub اللي هو R3 حتى يوصلها لهذا destination اللي موجود هون لو إجاء IP address 167 24 يعني packet فيها IP address 167 24 16 5 طبعا 167 تابع لم لclass B هنعمل ending مع 16 bits يعني رح ناخذ بس أول 16 bits منه 16 24 ونندور عليه بclass B طيب هل موجود 167 24 مش موجود شو رح أساوي رح أأخذها وأعطيها لمن لR2 ليش لأنه بفترض إنه هو default router وبالتالي أي network ما بلاقيها رح أوديها لمن للdefault router اللي هو R2 رح نوقف عند هذا السلايد والمرة الجاية نكمل في أي سؤال استفسار عند هاي النقطة ها دكتور بدي أسأل الشغلة صغيرة تفضل دكتور أسا بالتابل تبع class C الانترفيس M0 هاد مقصود فيه اللي هو تبع R1 ولا تبع R3 لا سبعة R1 هاي هي يعني الانترفيس اللي خاصة بالlocal router نفسه R1 يعني الآن الراوتر بعد ما اختار الnext hub بده يعرف من أي انترفيس يطلع الباكت تمام فبيجي R1 بيقول أنا بدي أطلع الباكت من انترفيس M0 عشان أوصل لمين ل R3 نفس الشيء بالنسبة ل انترفيس M1 اللي طلعنا منها من هون يعني عشان أقدر أوصل لهاي الnext work 145 I should go through انترفيس M1 فهاي الانترفيس هي local انترفيس تبعة الراوتر نفسه R1 طيب إذا ما في أسئلة بنوقف اليوم عند هذا السلايد وبنكمل إن شاء الله المرة القادمة لا تنسوا يوم الأحد رح نبدأ بالكوز يعني على الساعة عشرة بالضبط مع بداية المحاضرة تفضل هو خارج المحاضرة يعني خليني بس نوقف ريكوردينج عشان نخلي فقط للمحاضرة ابحل بس للمحاضرة للمحاضرة أعط futuristic اشتركوا في القناة